اقسم بالله العظيم اني لا افصلكم ولا اوديكم للشرطة تبوا انتوا قعدون في الاحداث صح زياد قاعد يكلمني يا جماعة الخير كنا موتى كنا بصير شي صدقه وكذا بنموت سلام عليكم مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير اليوم عندنا قصة جديدة قبل ما ندف مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة ويلا خلنبدأ القصة هذه صارت لي يا جماعة الخير في ايام المتوسطة ولكن خلنرجع شوي قبل المتوسط تخيل ان عندك صديق تعرفه من زمان والصديق هذا ما مثله مثيل ابت يعني صديق اذا تبغى وقفات واحترام ومرجله موجود تبي منه شي وسوليفه حلوة كيش فيه حلو والصديق هذا تحبه مرة 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 هذه قصتي يا جماعة الخير اليوم كان عندي صديق من ايام الابتدائي والشخص هذا كنت احب احب مو طبيعي حب حب لا يعلم بهلا الله يعني هذا يا شيخ يعني هو اخوي كذا حرفيا يتنافس مع الاخوة بشكل مرة كبير درس معاي اول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي لين سادس ابتدائي رحلة المتوسط يا جماعة الخير مثل ما انتو عارفين الشخص اذا طلع من الابتدائي يخيرونك بين المدارس بتكون عندك مثلا سادس ابتدائي عندك مدرستين تروح تدرس فيها المتوسطة تقولك حط ورقة عشان انت تحط الورقة هذه وتتوجه هون المدرسة معين وصديقي هذا اسمه زياد رحت لزياد كيف حالك زياد طيب ان شاء الله بتدرس في اي مدرسة قال والله يوساما انا بادرس في المدرسة الفلانية هذي نقول لها اسم الف ما افغى اقول اسمه قلت له خلاص تمام قال بس بخلي ابوي يوقع الورقة اللي معطيني اياها الوكيل عشان نختار المدرسة هذي وانت رح لابوك عشان ينقلك هنا شوفوا لدرجة لعمين اني احب الشخص هذا بعلمكم شو صار رحت جمعت خير البيت قلت ابو الورقة قال ابوي المدرسة ذي قريبة ادرس فيها قلت له ايبا انا بغى المدرسة ذي كل اخوياي بيروحون قال لي اسمه ذي بعيدة ومدري ايشن جر بيدرس في ذا المدرسة اذا ما اعجبتك وديناك المدرسة الثانية قلت يا ايبا والله العظيم اني ابي ذيك المدرسة وفيها اخوياي وكنت متعلق في اخوياي بشكل مرة كبير افتكفى يا ايبا لا تحرمني من اخوياي خلني ادرس معهم قال اقول ادرس في ذا المدرسة بس وترك عنا الخرابية قلت له والله اجل تم قضيت بالامر الواقع اكون معكم صريح قضيت بالامر الواقع اللي ابوي قاله رحت للمدرسة هذي يوم رحت له يا جماعة الخير دخلت المدرسة لحظت المدرسة هذي فيها عشوائية ومرحلة متوسط بدأ يجيني يروح من المدرسة بديت اخاف فاول يوم دراسي كذا طالعين من المدرسة في المدرسة هذي اللي انا ما ابغاها طلعت الله يسلم كذلك اليوم من المدرسة كان يوم اربعة وذيك الايام يوم الاربعة ترى اجازة خلاص واخر يوم تدرس فيه ما ادري انت الحقته على الموضوع هذا او لا وانا طالع من المدرسة كذا قاعد امشي كذا تخيلوا معايني طالع من باب مدرسة قدامنا شارع عام قطعت الشارع العام بعد اللفيتي صار فيه بقالة على اليمين دخلت البقالة هذي اللي اسمع يعني فيه طلاب كثير ذي البقالة معروفة ان حقت الطلاب حق المدرسة شوي اللي اسمع واحد يقول احح اللي اثنين يطقون مدري ايش فهمت بتهلوه شو السالفة انا سويت نفسي مجنون وطلعت مالي ومال الشر مدرسة ما بيها ويطقوا قدامي مال يدخل فيكم مرة 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 طلعت جمعة خير من البقالة ونفسي كذا اللي حصل فيه اخويا قديمين كانت دلسوا معي في الابتدائي قابلتهم برا المدرسة سألوني قوسامنت معنا في المدرسة يتيب معكم طيب ليه الفصحة ما شفناك والله ما طلعت من الفصل تاكي في الفصل ومال يخل قدرت وادرس اليوم الثاني وادرس اليوم الثالث واخوياي ذول يصبرونني واخي ذول يعني ما بيني وبينهم يعني ميانة يعني ايام الابتدائية كنت قعد معهم شوي ومشي وانا عقلي وين فيه في المدرسة اللي فيها اخويي اللي دايما احب اطلع معاه واروح معاه ايوه علق مخي عالق معاه نهائيا دومت اول اسبوع ما اجاز لي الوضع اكون معكم صريح والاسادثة يعني سبحان الله اذا ما حبيت المدرسة تكره كل الاسادثة اللي موجدين هناك لو انهم كويسين خيروا جمعة خيرنا من ثاني اسبوع يوم الاربعاه فيه مضاربة كبيرة عند الباب مضاربة كبيرة مرة واللي بتضاربون ذولي يعني اللي بينهم مشاكل لا ذولي ايش اقول لهم مرة مرة قويين يعني قويين مرة كيف قويين واصلين اخر مرحلة من القوة والبهذلة واللكاعة حرفيا قلت بس اجي داك اليوم داخل المدرسة الا اسمع كذا مجموعات يتكلمون كأنهم يا ولد وش الا شوفهم كذا يتكلمون اسمع ونبغا برا اذا جو يا رب ان مايجيب ذا واسمع ذا يقول يا رب ان مايجيب ذا انا السوكت مالك لا يدخل هو داك ايه ما عليك ما عليك اي اي انا جاي بعصا اي انا جاي بعجرة اي انا جاي بسكين يتبسمن بينكم الله يقوم في عونكم يوم الاربعا قلت ميدابويبة ابغاك تجيني للمدرسة أبغاك تأخذني مالي خلقها مشي كان في هدف أني طلبت من أبوي ذالشي المه إلا والله تجي يا جماعة الخير أيام المتوسطة المرسيدس شفتوا مرسيدس مجددة اللي واقف من زمان إلا أبوي يمرني كده بمرسيدس وأركب معي جماعة الخير وأركب مع أبوي إلا قدام أبوي كده وناص يقطعون الشارع يركضون وأنا في نفسي أقول يس خليه يشوف المدرس هذي كيف أنهم رأي من مشاكل ولا بيهم ولا واطنهم ما أحبكم والله كنت أقول في نفسي ما أحبكم مره ما أحبكم يس شاقف شاقف بعينه الأبوي يقول والله هديهم ما ذالي شفيهم والأبوي يفتح شباك يا ولد هدوا شفيكم ما أدري إيش كثيبوا معليك معليك منهم يبقى راح راح تكفى والله ما نخلقهم وأنا طالع قال والله مشكلة دولي وش قلت أنا الأبوي كثيبه ترى ويرك ويه ويرك هذلي مشكلة وحليلك هذا كل يوم يا إيبه كل يوم كذا الموضوع صادق يتيه والله كل يوم حلفت أنا صغير بس ما في المدرسة قال لي لا والله مشكلة كذا ما ينفع وين اللي يمدحونها يقولون ما فيها مشاكل قلت يبه يا رجال وقعدة فكرة السبحة والله العظيم مشاكل كذا قال أقول حلت النقلة لازم ننقلك حنا من نفاضين بكرة جينا من الطاق مع ذا ولا مع ذا من نفاضين نهائيا وأنا كذا قعد وراء مبسوط فهمتوا والوالدة قدام كذا ومن الله يهديهم وما الله يهديهم ونا أقول لا لا خلني اعيني ترى إيبه أنا ما أريد أن أكلفz عليك أنا وأنا من دim يس يس أيوه الله أبوي كذا ونا سيرقى اليوم السبت ننقلك المدرسة اللي أنت بغاها الثانية اللي فيها خويتي اللي مرة أحبت يا سلام والله وأنتظرها أنتظرها من زمان música يوبا قدام خلاص طبعا يوم الأربعة لازم الآن الليل اروح الحارط خويي واقول لا اني انا راح انقوم وروح اجي المدرسة اللي انت فيها والله واركة بسيكل يوم الاربعة يا جماعة الخير ورايح البيت خويي بعد عني بالسيكل يمكن 25 دقيقة 30 دقيقة بس من الحماس ما كنت يعني حسب التعب والله العظيم ما كنت حسب التعب نهائيا واركة بالسيكل طبعا مو 25 دقيقة قعدت يمكن ساعة وانا رايح وانا رايح يا جماعة الخير الا اشطف احصل الناس دولي اللي كانوا يطقون في المدرسة ولكن بعدين عن بيتنا مريت لما ينادوني كأهي تعال تعال وانا اسرع بسيكل ززاعل ززاكل كذا بسيكل أسرع 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 وانحاش واروح لين بيت خوي وقول اه والله العظيم يا زياد باجيك يوم السبت باذن الله يا ولد اخيرون فلايك طعم الفلة خلاذ تم عدي يا ولد مبسوطtyardбعد درجة ياشيخ لو تقول لي بعطيك مليون ولا عندي اش اسف اروح المدرسة افس جاء يوم السبت جاوبوي قال لي يلا مشينا نروح ناخذ موافقة من المدرسة الثانية ونرجع للمدرسة تاخذ كتبك وتاخذ مدري وش قالوا أصرفوا كتبه من المدرسة الثانية وجوبوه كنا خلاص مافي مشكلة واروح المدرسة القديمة هذي اللي كنت أنا فيها اللي ما لي إلا أسبوعين أو أسبوعين ونص وادخل عليهم قلنا نبغى كتوبنا زي كده قالوا خاص خلي يقعد لأن الحصة الخامسة بنسلم مكتوبة وبكرا يداوم في المدرسة ذيك عشان ما يتؤخر عن المنهج ومادري إيش طبعا أنا مبسوط قلت إيه مافي مشكلة بس إني ناسي يوم الأربعة ذولي اللي مريت لمهم وهي يقولون هي هي نسيت إلا يا جمعة خير الفصحة الأولى إلا كده يمشون الناس كده قداما أنا ما أدري كيف ثبتوني ما أدري كيف عرفوني بكتوقع أني كنت واضح إلا يمر يا جمعة خير كده اثنين قداما طاولة ويجي واحد كده ويحط رجلة على طاولة وأنا ناظر فيه كده قلت خير طبعا خير بدون كلام خير بعيني كده وش عندك يعني وش السالفة وش تبيهي أهمت قال لي يوم أنا ديك يوم الأربعة ليه ما وقفت قلت متى متى أنا ديتني متى سوي نفسك مجنون وش اسمك انت ش اسمك وأنا أه 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 أسامة قال للثاني كده يخنقني أنا شفينا على الخنق دائما مخنوق حربية يخنيقي كده يقول لي إذا قلتك توقف يعني توقف قلت لا بشر 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 خاص آخر يوم بسم بالله ما يدرون اني بنقل يعني ثم حين ما يدرون تبشر ابشر ما طلبتو شي لا لا بإذن الله بإذن الله بإذن الله الأمور زينا لا تشيلون هم ابشروا ابشروا كلكم ابشروا كلكم بنا رجب عدuran درس ابشر وكيل أي واحد ابشر والله يا جماعة الخير راحوا كده وخلوني خيرا خلوني ولكن بما أن اليوم اخر يوم لازم يوم يا سامة يعني تسوي شي قبل ما تطلع من المدرسة كده أنا مار جمعت خير يحص السادسة كده مار جايني أبوي يأخذني حص السادسة في حصة سابعة يوم السبت ولكن ما أنا بطلع أبي قال لي خلاص تعال سادس أنا مشي عشان وشه روح نودي ملفنا والكتب للمدرسة الثانية نعلمه كذا ماسك جمعات خير الكتب كذا مار رفتح الفصل وحصل متكلم علي مناظر فيه كذا كذا النظرات اللي بغبنك يعني ماسك الكتب وطالع المهم طلعت من مدرسة دي ورحت الآن للمدرسة الثانية اللي فيها أخوي زياد يا سلام المهم يا ربي واطلع المدرسة الثانية مستانس وموري زينة وأقول ميد زياد خلاص حنا بندرس مع بعض أمورنا زينة مرة ونسيت الماضي كله نسيت كل اللي صار هناك نسيت نسيت مدرسة ذيك صد مجمع حرفيا الناس مرة ملفلين ناس مرة مرة يا ولد يا الله مخيفين المدرسة القديمة والله مخيفين هذه مدرسة كلهم هادين حبيبين أذكية دوافير ألمهم بس مدرسة القديمة والله فيها ناس كويسة والله ولكن مول كل كل يعني ولكن هل تخوه ألمهم استمرت الأيام وأدرس أنا وزياد وروح وجي أنا وزياد وكل وقتي أنا وزياد الغيب الأربعة أغيب معي غيب السبت أغيب يعني صدق صدق خوي ذاك مرة مرة كنت أعزه قال لهم في يوم من الأيام في زياد عنده خوي نقول ما بدأت دراسة والخوي هذا مو عاجبني كانت عليه حركات مو كويسة يعني يحب يتمشكل مع الناس يتكلم على هذا شوي همجي يعني مو شوي لا والله كثير همجي كثير 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 همجي وقلمت زياد زياد يا ولد اشتبي بهذا هذا كلامه سيء هذا كذا 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 وزياد مو على خبري يعني خوية اللي كان معاي في سادس ابتدائي شا السالفة يعني ما عاد صار يسمع كلامي أو ما عاد صار يتقبل مني عاي كلمة قلمهم صور طبيعي ما اللي يدخل خلاص بكيفة يسوي لي بغى بكيفة أخويا بكيفة ولكن هم شي اني في المدرسة وموري زينة وفي كذا شخص عارفه عرفت على اثنين ثلاثة برضو زيادة قلمهم مشت الأيام إلا أشوف خوية زياد هذا وزياد مع بعض بيتمشكلون مع ناس وادخل كذا أنا قلت شسال فخلاص هدوا ما يحتاج يعني جاي أبغى أفرق بينهم قل له واحد من المجموعة الثانية يقول لي أنتم سويت بيتفزع قلت لا لا أنا والله جاي أفك يعني بينكم طيبوا عدكم كلكم وطلعوا والله العظيم لاوريكم قل له خوية زياد ذا يا ولد عنده فزعة مطبيعية في المدرسة أنا طبعا طالع ما ليدخل فيهم أنا أحسب أن ما ليدخل طلعت يا جمعة الخير حصل زياد وخوية هو روح نوسه كثير مرة يمكن حوالي سبعة ثمانية يفزعون مع أخوي زياد ما أكدخل ساما إيه ما أكدخل كيفهم زياد تعال وأنا ديل زياد تعال وش تبي تقعد معها ممش مش كزياد أبوه يعرف أبوي ولكن معرفة يعني سطحية شوي قال له زياد يقول لي معليه معليه معليك معليك لا تشيلهم لا تشيلهم قال له جمعة الخير أخوي زياد وزياد يطقون هذا الشخص يعني طق طق مطبيعي وأنا ناظر مبعيد أقول الحمد لله أنها عدت على خير والمشكلة يعني ما متدت كانت مهاوشة بسيطة طقه وبعدين خلاص كل واحد مشها هذا كسمع يتوعد والله لو أريكم والله لو أريكم جلت بس المشكلة شكلها انتهت خلنا ناخذ برايك وارجا عددك اليوم والأمور مرة زينة قلت الحمد لله أن خوي زياد طق هذا الشخص والأمور زانت وتعدت وزياد ما جاه شيء ولكن لاحظت بعض الأشياء غريبة اللي هي الرابع زياد متغيرت سلوكة حرفية بشكل كبير ما هو زياد اللي أنا خبره جيت لازم أشوف وش فيه وش صغير له وش حاصله ولد هذا مو خوي اللي أنا أعرفه مر اليوم الأول مر اليوم الثاني مر يمكن أسبوع أو أسبوعين لأمور حرفية ممتازة وزياد في وضعه الطبيعي ولكن لاحظت شيء لاحظت يا جماعة الخير أن خوي زياد كان يدخن وهو في المتوسط بعدين من الشخص اللي يقدر يدخنه في المتوسط يعني كيف الجر أوصلت أنه يقدر يدخن ويروحوا البيت هم وهلا ما يشمون فيه ريحة دخان لازم أبحث وراء هذا الموضوع عش صغير رح تأسأل عن الولد وأشوف وأتقص قلت يا أخي أنا شفت هذا الولد يدخن ولكن ليه محد يقول له شيء بعدين اكتشفتم فيه مشاكل بين أبوه وأمه وبنفس السلوب هذا يعني فيه مشكلة بينهم صغيرة وكل واحد منفصل على الثاني بعدين جاني تفكير في راسي قلت أقول ليكون زياد برضو يدخن معهم شيء هذا حرفيا أهلي ما رح يرضونه ولا رح يخلوني أروح عند زياد مرة ثانية صرت أبحث وراء زياد في يوم الأيام يا جماعة الخير وأنا رايح للمدرسة أبوي وصلني بدري قلت ما لديعا يدخل المدرسة حين خلني أروح للبقالة حتى أتذكر الحلاوة اللي كنت أبغى تشتري اللي هو هولز هو هولز اسمه هولز الأحمر حرفيا فيه ثلاثة أشياء طاحين فيها في المدرسة حلاو هولز بسكوت ذاك أبو عواد عشان يحطونا كنة ذاكنا عدسنان أو كنة دخان والبسكوت ذاك أبو نجمة في شيء بعد رابح حباجة هذه الأشياء مقدسة في المدرسة أعلمكم مراهقة نوع اللي جمعت الخير وأنا راح البقالة فيه بعد البقالة فيه كذا لفه بسيط وحصل زياد وخوي زياد تعدين يدخنون أنا مسكت راسي صدعت يدخنون بعدين يأكلون حلاو ويدخلون المدرسة طبعا يوم شفتهم كذا أنا ما رح تلم البقالة تركتها ولكن قاعد أشوفهم من بعيد وأرجع والله ضايق صدري على خويه كتش الله قردع في ذا الأشياء المهم قربت إجماعة الخير اللي هي اختبارات الفصل الأول طبعا في اختبارات الفصل الأول أعلمكم نظام الاختبارات كيف يكون يكون يالربع تختبر في ناس عندهم مادتين وفي ناس عندهم مادة في ناس يطلعون قبل في ناس يطلعون بعد تمام تمام في ذاك اليوم كان عندنا اختبار حديث وكان يوم الثلثاء قبل الأربعة قبل الوكين مادة مادة وفي مدارس من بره يعني وموحد للجدول في مدارس من بره لا عندهم في نفس اليوم هذا مادتين لا أستغفر الله إن كان عندنا مادتين وذولي كان عندهم مادة ذكرون الشخص اللي طقه أخوي زياد في البداية وإننا طالعين كذا جمعة الخير من عند الباب طالعين خلاص من اختبار الحديث وصار في ذاك اليوم أسوأ حديث إلا أسمعهم يتسبون قدامي يا كلب ومدري إيش يتكلمون كلام حربيا بذيء وأنا قاعد أتفرج وكذا بيني وبينكم رح تلمي زياد وقلت لزياد تعال شوي يا أخي خلاص الله يرحم أمك واشتبي بالمشاكل حرام يا أخي في يوم نفس كذا ترجع لأهلك يا ولد متقوق ولا متضارب ولا ولا وأنت أصلا قدامك إجازة يا أخي ما تدري كذا اليوم يكون آخر يوم في حياتك روق يا زياد حرفيا ما يجيكم للجد نظر فيني كذا زياد وساكل ما يدري هو يسمع كلامي ولا يقعد مع أخويه يا زياد ركعين تكفى يا زياد تكفى كين قلبي ناغزني إنه بيصير شيء يا زياد روق الله يرحم أمك زياد يا جماعة خير سمعني شوي بعده سحب علي سامة سحب علي كتنا وخلاص سامة اشتبي كيفه وفي واحد جواه يقول يا أخي ذا خويك واليوم هذا لازم توقف معه وفي واحد جواه يجبعه خير يقول له سامة أمسك زياد والله إنها بتصير مصيبة والله هذا خويه تكفى يا سامة ذا المرة وقف مع زياد والله في واحد قاعد يقول لي كذا كتزياد أسمع أنا بأكون معاك هذولي بتضاربون وأنا لازم أكون معاك وما أتركك معاك معاك الله لا يعوق بشر يا شيخ لو يصير اللي يصير ونطلع برا كذا ماشيين حين في باب كبير حق المدرسة الخروج تمام إلا كذا ونطالع الباب كبير بوابة يعرفون حق المدارس بوابة كذا تنفتح تدخل معها سيارة عايدة تقدر تدخل معها سيارة وبوابة تكون وسيعة إلا كذا أشوف من عند الباب كذا برا إلا فيه دودسون والدودسون هذا كذا منزلينا المهم اللي فيها جماعة الخير إيوه أحقين مشاكل وأنا مالي دخل وأشوف هذولي دودسون مطرح من قدام بس سامة أسم بالله العظيم أنها هجت وأطلع صامل مع زيادة يا أما تصيب ولا تخيب وأطلع جماعة الخير كذا وأنا طالع كذا تحول الوقت إلى وقت سريع إلى وقت بطي شفت مايتريكس كذا وهم يمشون هدوء صر تمشي شوي شوي ثقل الوقت عندي حسيت فيه مصيب الحاسة السادسة كذا اشتغلت وأطلع كذا عند الباب إلا ينظرون يعني خوي زياد وزياد أنا محد انتباهلي ولا حد تفكر فيني يعني محد معطيني وجه ولا حد معبرني ولكن بفزع أنا جاي بفزع إلا جماعة الخير من أحصل معهم والله العظيم من أحصل معهم تذكروني الشخص اللي في المدرسة الأولى اللي فتحت الباب كذا ونظرته شوي باستحقار كذا نظرته وحرفيا طغيت أسطرة من قوت النظرة اللي هو معهم اللي وش يقول يقول لي جابك الله قيتي يا ليل مضولك يعني لازم أدخل معهم في المشكلة لازم ولازم أفزع لزياد لازم المشكلة ما صارت مشكلة زياد صارت مشكلتي أنا وزياد وخوي زياد طيب أنا يوم شفت هذا يتوعدني ذاه في وجهه وش سويت والله ما يجيكم إلا العلم قلت لي زياد تبي ننحاش أقول لي زياد تبي ننحاش قلت يا زياد والله كثيرين وهذولي قطقوني قبل أعرفهم زين تبي ننحاش إيه أو لا قال لي زياد تم بس وش الطريقة يلدور ادخل المدرسة وندور يا جماعة الخير حنا أنا وزياد وخوية جاء معنا وندخل المدرسة يا ربع ونروح من عند باب المعلمين ونطلع من عند باب المعلمين وننحاش كل واحد ننحاش في جهة والله تفرقنا كل واحد في جهة اللي راح يمين واللي راح يسار واللي راح قدام يعني صاروا يبحثون عننا وهم أصلا هذولي ما يقدرون يدخلون المدرسة ولا يدرون أصلا ان حنا بنطلع مع باب المعلمين لأنه ممنوع انك تطلع مع باب المعلمين محد راح يسمح لك بس حنا صادف هذي كل مرة وقدرنا نطلع ونحاش يالربع البيت بيتنا يبعد عشرين دقيقة وأركب أركب 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 ذي جماعة الخير لين البيت شوية يالربع كده قم وصل البيت اللي أشوف زياد كده بخمس دقائق أربع دقائق يقولون أني أساما أساما أساما